حميد الصياد بصفتي المنسق الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة نسجل بارتياح قرار سيد العميل لأكدات المحكمة الإدارية في حق المستشاران الذين تم في حقهم العزل في موضوع المحروقات والمزوط وهذا الشارع العام أو الصدر الذي يطلع في المدينة يريح الصدر ولهذا الهيئتنا دخلت على الخط في هذا الموضوع على أساس لتعمق البحث لأنه لا يعقل بهذه المستشارة لأنهم يتناولون أو يأخذوا هذه المحروقات بدون أن يكون لديهم واحد الضوء الأخضر من جهة مختصة أو بين الشركة التي تسرح كل ما يعطيهم هذا الأمر لا يعقل لأنه يبقى يقتصر الموضوع هذا في العزل هذا الموضوع فقط لأنه تلإشارة الحكم في المنطقة يتكلم أنه لا يترتب على هذا الحكم قانوناً يعني أنه مزال اتباعي ما هو إلا في البداية لأنه لا يد كل من يزعم أو يجيب الله بأنه لا يفقى تويسان فهذا يفريع الاقتصادي ديال الجامعة أو تل إدارة هذا هو الشيء المهم لأنه ونشكرهم ثانياً سيد عامل الإقليم في هذا القرار هذا بما فيه يجبوننا شيء ملفات خرين لأنه يجبوني راكدين وعطيت الرحة لهم لأنه يجبوني شيء في قومة السابات لهم في السياق نفسه الهيئة دخلت على الخط في موضوع آخر الموضفون الشباح وهذا الهيئة تنظيمنا كاتب الجهات المختصة سواء إقليمياً أو حتى المستوى الوطني لأنه لا يعقل هذا الشيء أمام الأعيون الجامعة لأن الناس تتخلصوا بقصة في ديورها أو تقوموا بشاكل خاصة لها وعندنا شباب الآن متعطشين رغم غالسين لديهم شواهيد وغالسين وغالسين أخرين لديهم شواهيد لأنهم يشدون المناصب لأنهم يتجبون ويجبون ويجبون يجبون أنهم يجبون تحتاج إلى الوطن الجامع ويجبون نريد أن نزيد القدام هذا الموضوع لم يتجبون لأنهم يجبون بالس треб for وحقير لا يعقل لأنهم يتجبوا لتفكرة ومعنا لأنهم يتجبوا من القدر لأنهم يجبون بفكرة الموضفون في مجلسة البلدية أم العملاء أو الذهاب هم هم تطلقهم مسجدين على حساب الجامعة فإذا كانت تبحث في الجامعة تطلقها ترى إشارات المجلس الإقليمي وفي نفس الوقت تذكر المجلس الإقليمي على أساس أنهم ترى إشاراته وفي نفس الوقت هؤلاء مستشارين في حالة التنافي فائدابه والغري في الامر وهو أن هذا المجلس الإقليمي لإشاراته للموظف وفي نفس المجلس الإقليمي وفي نفس المجلس الإقليمي وفي نفس المجلس الإقليمي وهناك تساؤلات ما نحن في دولة عند السيادة أو عرض للتلاعبات شكرا للمنبر شكرا لأستاذ إلياس على هذا اللقاء الذي تفتحنا المجال في نصرحه به على الواقع وفي نفس الوقت نشكر جميع الأخوة الذين يهتموا بهذا الموضوع في المدينة وفي سؤال المحلي اشتركوا في القناة